مساء الخير الأسهم الأمريكية بدأت تعاملات اليوم على ارتفاع متأثرة بإعلان المجر عن إجراءات لمواجهة الديون أيضا ارتفاع الانتاج الصناعي في ألمانيا نتائج أعمال الشركات الأمريكية الجيدة مزيد من الأعمال للشركات والمسلسات الأمريكية بوينج أعلنت أنها تقدمت بعطاء مشترك مع شركة إيطالية لتصنيع مروحيات البيت الأبيض سهم أبل أولين اليوم أنه ارتفع بنسبة 600% في السنوات الخمس الماضية أما بريتش بيتروليوم فأعلنت أنها تنفقت حتى الآن مليار و250 مليون دولار تكاليف محاولات وقف تدفق البترول في خليج المكسيك كريسلر أعلنت أنها ستستعيد 6000 سيارة لإصلاح أيوب فنية فيها مورجانستانلي توقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 20% إذا تم تحويل بعض مولدات الطاقة اللي عمل بالغاز الطبيعي بدلا من الفحم سعر البترول اليوم منخفض حوالي 50 سنت إلى 71 دولار لبرميل الخام الخفيف في بورصة نيويورك للسلع نايميكس نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي والعلاقة العكسية بين سعر البترول وسعر الدولار أما سعر الذهب فمرتفى حوالي 17 دولار للأقية إلى 1235 دولار للأقية نظرا للطراب التعملات في أسواق المال العالمية وذهاب هو الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الأسهم الأمريكية الآن أو المؤشرات الرئيسية لها منخفضة مرة أخرى ده وجمز للأسهم الصناعية انخفضة بنسبة 0.1% ستندردان بورزة 500 العام الذي يضم عدد كبير من أسهم البنوك منخفض بنسبة 0.2% ناس داك الأسهم التكنولوجيا منخفض بنسبة 0.6% هذه انخفاضات تعصرها من الانخفاضات الكبيرة في أسواق المال الأوروبية خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستنبول تم الاتفاق على إنشاء لجنة تعاون تركيا فلسطينية مشتركة لتطوير ومتابعة تطوير العلاقات بين البلدين ومنها العلاقات الاقتصادية رياض المالكي وزير خارجية السلطة الفلسطينية قال أنه تم توقيع عدد من الاتفاقات لإقامة مشروعات في أراضي السلطة الفلسطينية بتمويل من تركيا تنفيذ الاتفاق تم توصل إليه ما بين الرئيسين عبدالله قول والرئيس محمود عباس في لقاء حدث قبل حوالي سبعة أشهر تم من خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرية الخارجية لكل من تركيا وفلسطين لمتابعة كافة القضايا الثنائية وتعميقها بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق على مجموعة مشاريع لكي يتم دعمها عبر المساعدات التركية التي اعتمدت في مؤتمر باريس عام 2008 في آسيا تغى تأثير بيانات العمل الأمريكية التي أعلنت يوم الجمعة على التعاملات في أسواق المال الرئيسية كانت تأثير سلبيا نظرا لأن البيانات جاءت أقل من التوقعات في اليابان وفي بورصة توكيو انخفض مؤشر نيكي بنسبة 3.8% في بورصة هونغ كونغ انخفض مؤشر هانكسينغ بنسبة تجاوزت 2% بقليل وفي بورصة شانغهاين انخفض المؤشر بنسبة 1.6% نتيجة المخاوف من تأثير الطرح العام الضخم لبنك الصين الزراعي على أسعار الأسهم في أوروبا عنهت البرصات الرئيسية تعملت اليوم على انخفاض بسبب المخاوف من مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمية خاصة مع ظهور مشكلة الديون في المجر بعد اليونان اليورو وصل إلى مستوى منخفض جديد تم تداول اليورو الآن 1.19 سنت المؤشرات الرئيسية لبورصات الأوروبية أغلقت كالآتي Financial Times 100 في لندن انخفض بنسبة 1.1% مؤشر كاك 40 في بورصة باريس انخفض بنسبة 1.4% مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت انخفض بنسبة أقل 0.8% نتيجة الإعلان عن الارتفاع على إنتاج الصناعي في ألمانيا بدأت بورصة النيل المصرية العامل كأول بورصة في شرق الأوسط لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة واشترت ألا يزيد رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه مصري حوالي 5 ملايين دولار ألا يقل عن 500 ألف جنيه مصري حوالي 5 ألاف دولار التفاصيل في تقرير ياسر حكيم مرسل الحرة من القاهرة إحدى زيارات وفد حكومي مصري لكوريا الجنوبية منذ أربعة سنوات شهد فكرة إنشاء أول بورصة للشركات المتوسطة والصغيرة في الشرق الأوسط أساس النهضة الاقتصادية لدول آسيا الملقبة بالنمور الاقتصادية هو الاهتمام الشديد بالشركات المتوسطة والصغيرة كإحدى ركائز الرئيسية لهذه الطفرة وسوق الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة كان أدافة عالة لتحقيق هذا الهدف حاولنا ننقل هذا النموذج لمصر لنوتيح لها فرصة للتمويل القطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بيمثل حوالي 80% من الاقتصاد بتاعنا ومنتاج الناتج قوم المحلي بتاع البلد فكاد دور الحكومة دلوقتي أن هي عايز تدعم هذا القطاع يعاني رجال الأعمال في الحصول على قروض من البنوك لتمويل توسعات شركاتهم الصغيرة ورغم الإجراءات المعقدة للموافقة على إدراج الشركة في برصة النيل فإن العائد يكون مجزياً كما حدث مع أحد أصحاب هذه المشروعات الحمد لله يعني دي اكسيد التوقعات بتاعتي وانا شكر ربنا يعني كنت متوقع أقلق من كده بكتير يسعني كتير جداً في توسعه لأن أنا عاوز أعمل استثمت محلات ونفكر ونعمل مشاريع كتير وناخد توكيلات يعني فيه كذا توكيل عربيات معرضين للبيع فدي تموحي الكبيرة واجه القائمون على مشروع برصة النيل في أول الأمر صعوبات شديدة بسبب تخوف الشركات الصغيرة من إجراءات الإفصاح في سوك الأوراق المالية لكونها شركات معظمها عائلية تدار بأسلوب فردي وليس مؤسسي في صحبة أي خبر بيؤثر جوهري يؤثر على سعر السهم أو يؤثر على ربحيتها أو على الإرادات بتاعتها طبعا القائم المالية بتاعتها دي حاجة مهمة جداً أي تغيير في الإدارة بتاعتها أي تغيير في توجهتها في نشاطها فأي حاجة تحس أنه ممكن يؤثر قرار جوهري يؤثر على سعر السهم هي مطالبة أنها تفسح به للبورصة تعقد الجلسات في برصة النيل لمدة ساعة واحدة يومياً بنظام المزايدة وليس بنظام البيع والشراء التقليدي كما يحدث في البرصات العالمية بدأت عمليات التداول في برصة النيل منذ ثلاثة أيام وبعشرة شركات فقط ولكن المؤشرات الأولية تتجه نحو تطور سريع حيث أن إدارة البورصة بدأت في استقبال طلبات للانضمام من شركات في دول عربية مجاورة وخاصة دول الخليج العربي ياسر حكيم الحرة القاهرة الحد الأدنى لتسجيل أسهم أي شركة في برصة النيل أن يكون رأسما للشركة شرط 100 ألف دولار حوالي 500 ألف جنيه بهذا تنتهي الانبال الاقتصادية في هذه النشرة قدمنا